طيب أنا عايزة أتكلم بقى من النقطة دي طبعا هنيجي الأهم اللحظات المضيئة في حياة كابتن محمود أبو الدهم اللي هي أكيد طبعا كتير وأكيد مش هتتألف أقلم من ساعة دلوقتي بس إحنا النهاردة بنتكلم عن موسم شاق عصيب كان الأهلي عنده يمكن يعني مش موفق مع أنه كان أفضل دفاع صحيح في الموسم الحالي بس كان عنده إصابات كتيرة جدا وعانى منها وفيه كمان قلق من فكرة الإصابات أن انت خلاصي يعني بقى عندك اتنين لو اتقدر الله لقدر الله حصل لهم حاجة أيمن أشرف وعمل الرابيع طالع بس لو اتقدر الله حصل حاجة هنبقى احنا خطرة أكتر تكلمني عن خط الدفاع الآن في الموسم ده شفت إزاي الإصابات أثرت عليه طبعا يمكن الإصابات أثرت بشكل كبير جدا ممكن عايماً أشرف أتصابي وسعدي سامير أتصاب رامي ربيعة أتصاب هي دي بتيجي نتيجة المتشاط الكتير محمود متولي كمان لما أتصاب فدي ممكن عندنا محمود محمود أتصابي يعني كذا العيب مصاب لكن أنا بتكلم على خط الدفاع بالذات رامي ربيعة لسه طبعاً ممكن أنت معاك الكابتن هاني يعني يقول لك لازم خط الدفاعي عندهم انسجام مع بعض لازم يتكلموا بعض فيه كونتاكت مع بعض كتير لو أنا روحت مثلاً كابتن هاني بيغطي أنا بتحتيه فلازم نتكلم مع بعض كتير لكن هي الإصابات اللي مخليها وبعدين مستفايرا لكابتن هاني على طول بيغير يعني ممكن اللعيب النهاردة بقى كويس بتحسش إنه يجدي أساسي وده احتياطي وممكن شوفنا كمان إن اللعيب اللي احتاطي لما بينزل بيبقى عنده نفس التكتيج أو نفس السيسم بيلعب بنفس الشكل وبيلعب بنفس المضمون لكن هي الإصابات هي اللي أثرت على الدفاع النادي الأهلي بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا